فرحة الانتصار وكسر الحصار هكذا تعيش محافظة تعز اليوم التي خرج أبناؤها للاحتفال بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد إعلان السيطرة الكاملة على الجهة الغربية للمدينة وكسر الحصار جزئيا فرقوا أبناء تعز جميعا ليشهدوا هذه الفرحة العارمة التي سطت قلوبهم جميعا تعز تاب الظن وتاب الانكسار تعز ستبقى شاعمي خار رغم أنوفهم جميعا وعلى الجانب الآخر من المدينة وتحديدا في المناطق التي سيطرت عليها المقاومة يجري عملية نزع الألغام من قبل الفرق الهندسية المتخصصة حيث وقد تم انفجار أحدها بمركبة كانت تسير على الطريق التي تقع في مدخل مدينة الضباب الفريق الهندسي في محافظة تعز لمكافحة الألغام يعمل لإزالة الألغام والقذائف المتفجرة وبقايا الحروب وكذلك العبوة الناسفة هذا الطريق خط الضباب طبعا خط ملوث بالألغام في الأمس انفجرت الديينة واستشهد اثنين المواطنين بقانب الديينة بحثنا واكتشفنا 15 لغم مضاد للدبابات تي ام 57 روسي الصنع والفريق يعمل بكل جاهزيته ونحضر المواطنين بعدم التحرك أو السير في هذا الطريق حتى يتأمن من الألغام وبعد عملية التحرير هذه أصبحت المدينة آمنة إذن وبإمكان دخول أي مساعدة إغاثية أو طبية إليها وبشكل آمن هنا التحمت المقاومة الشعبية ورجال الجيش الوطني في الجبهة الغربية بجبهة الضباب وكسر الحصار عن المدينة وباتت الحركة أكثر أمنا فيما لا تزال العمليات مستمرة في الجبهة الشرقية والشمالية من أجل استكمال عملية تحرير المدينة عمزة أمي قناة بلقيس من منطقة الضباب الغرب من دعز ترجمة نانسي قنقر